السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشهرة إلى العمى والخيانة نهاية مأساوية لعبد الفتاح الأصري قصته مسيرة للتأمل ما بين الدحك والدموع عبقري وعملاك من عمالقة الكوميديا العربية لا جدال ورغم أن الرجل نفسه لم يصمت كثيرا تحت وطأة هذه الحياة القاسية التي أظهرت وجهها القبيح للغاية في وجهه فإن موهبة المغلفة بالذهب سمدت عبرت الزمن وبقيت بعد عشرات السنين على رحيله حية ومتوهجة ومؤثرة عبر عبد الفتاح الأصري بموهبة الفزة من الستينات إلى زمن الميمز ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي في يوم 15 أبريل عام 1905 أطلت طفل عبد الفتاح الأصري إلى الدنيا من قلب القاهرة في الجمالية وبالتأكيد لم تكن العائلة السرية التي تعمل في تجارة الزهب تدرك أن كلمات وإفهات وليدها الصغير ستعيش عمرا أطول منه بكثير وسيمتد صداها إلى 117 عاما أعتمد عبد الفتاح الأصري في سياغة مشروعه الفني على تلقائياته البسيطة وفهمه لطبيعة دوره لم يسع لأن يكون بطلا ولكنه نجح في حصد شعبية لم ينالها بعض الأبطال لحسن انتقاءه للأدوار والده كان رجلا سريا يعمل في تجارة الزهب وقد درس بمدرسة الفرير الفرنسية وهي إحدى أرقى مدارس القاهرة والغريب أنه رغم تعليمه الراقي أشيع عنه كثيرا أنه كان أميا وربما يعود ذلك إلى نجاحاته في أداء دور ابن البلد في المناطق الشعبية الفقيرة فهل يمكننا نسيان طريقة نطق الأصري لإفيه الشهير يا صفايح الزبدة السيحة جذبه الفن بعد أن أكمل تعليمه الأساسي فذهب للالتحاق بفرقة عبد الرحمن رجدي ثم انتقل منها إلى فرقة نجيب الريحاني ثم إلى فرقة إسماعيل ياسين ومع إسماعيل ياسين عاش الأصري محطاته الزهبية وقد أغضب انشغاله الفن والده وهدده بالحرمان من الميراس إذا لم يرجع عنه فما كان منه إلا أن استمر في مشواره بقامته القصيرة وشعره الأملس والحول في إحدى العينين عرفه الجمهور كوميديا يستخدم كل جسده في الأداء صاحب نبرة الصوت المميزة القادر على خطفة شعبية من البطل أحيانا إلا أن الأصري ظل حريصا على البعد عن أدوار البطولة المطلقة ستجده المعلم ابن البلد غير المتعلم أحيانا لن تستطيع أن تنساه في فيلم ابن حميدو بجوار العمالقة إسماعيل ياسين وأحمد رمزي وزينات صدقي وهند رستم عندما تقلق في شخصية المعلم حنفي شيخ الصيادين المغلوب على أمره أمام زوجته المتنمرة وكلمته اللي عمرها ما تنزل الأرض أبدا ذكريات الدحك في حياة عبد الفتاح الأصري الفنية كانت بجوار رفيق عمره إسماعيل ياسين سطع الكبيران معا في الكثير من علامات الكوميديا السينمائية منها إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين وابن حميدو وإسماعيل ياسين في متحف الشمع وغيرها كما تقلق الأصري في نهاية مسيرته بفيلم سكر هانم مع عبد المنعم إبراهيم وكمال الشناوي وحسن فاي وسمي جمال وقد تجاوز عدد أفلامه ستين فيلما آخرها سكر هانم عام 1960 أما المصرح الذي خرج من رحابه فقد كان له نصيب من مسيرته الفنية بعد أن تنقل بين أبرز فرق القاهرة المصرحية في بداية مسيرته ومن أبرز مسرحيات الأصري اسمتي الدلوعة ثلاثين يوم في السجن حسن ومرئس وكهين ونجح الأصري على خشبة المصرح وشاشة السينما في التأسيس لمدرسة كوميدية خاصة به قائمة على العفوية والسلاسة في الأداء متقمصا دور الرجل الشعبي حتى السمالة رغم نشأته الأستقراطية فإنه أفضل من برع في شخصية ابن البلد بكل تفاصيلها إلى الدرجة التي أثرت على شخصيته ليتقمص ملامحها في حياته اليومية فطراه وقد خلع البدلة تدريجيا وارتاد الجلباب وأصبح من مرتاد المقاهي الشعبية كان الحاول في عين الأصري من الأمور التي أرقته بشدة وأخرجت كوميدياه من الشاشة إلى حياته الواقعية كتب مقالا بقلم عنوانه بعين الحولاء في مجلة الكواكب عدد 1 يوليو عام 1949 وفيه كتب لقد أوقعني هذا الحول في عدة مشاكل كما جعلني هدفا لطريقة الزملاء كنت أجلس في الدرجة الأولى بالترام وكانت تجلس أمامي سيدة حسناء بصحبة رجل في ضخامة الفيل وجلست متجها بواجهي إلى اليسار وقد شغلت بالتفكير في شؤوني ولم أنتبه إلى عين اليمنى الحولاء قد وقفت على وجه السيدة وبدأ كأني أحدك في وجهها بعين سابتة وإذا بي أرتد من تفكيري على صياح الرجل في وجهي وهو يقول يا أفندي خلي عندك دم أنت ما شفتش واحدة ستة في حياتك بقى لك ساعة وزيادة وعينك ما نزلتش عن مراتي مش تختشي بقى رغم أنه لم يسجل اسمه على صدرة الأفيش إلا أنه حظى بإعجاب الجمهور والنقاد معا يقول الناقضة المصري محمد سيد عبد الرحيم في حديثه لنا أن الفنان الراحل كان أيقونة وعلامة حقيقية للقوميديا في السينما المصرية وطبيعة موهبته الفطرية حجزت لصاحبها موقعا متفردا كما أن أصالت شخصيته الفنية ساعدت على بقاء أدواره في الزاكرة الجمعية للمصريين والعرب وانتقالها من دائرة السينما والشاشات التلفزيون إلى منشورات فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي ويرى الناقض رامي المتولي إلا أن الأصري جاء معبرا عن موجة من الموهبين لعبوا أدوارا بالغة الأهمية في أفلام بارزة من خارج مقاعد البطولة مثل عبد المنعم إبراهيم وزينات صدقي وهي نوعية المخضرمين أصحاب العيارة السكيل الذين يصنعون الفارق من خارج مقاعد البطولة وهو ما تفتقده السينما المصرية حاليا قدم الأصري أكثر من مأة عمل فني أبرزها المعلم بحبح وأبو زريفة وحياة الظلام وسيا عمر وانتصار الشباب ولو كنت غني وأحلام الشباب ونداء القلب وشهداء الغرام وحنان وللت الجمعة وأميرة الأحلام والسوق السوداء ومجد ودموع والخمسة جنيه وللت العيد والستات كده وللت الدخلة وأصمر وجميل ودموع الفرح ومع لش يا زهر وأمر 14 وإسماعيل ياسين في بيت الأجباح وأفلام أخرى مع إسماعيل ياسين أشهرها ابن حميده وإسماعيل ياسين في مستشفى المجنين وللت الدخلة وتعالى سلم وحماتي كن بلا زرية وعلى كيفك وبيت النتاش وعشر بلدي وكان فيلم سكر هانم عام 1960 هو آخر أفلامه تزوج النجم الراحل أربع مرات في حياته كما ظل حلم الإنجاب يراوده ولم يشغله ذلك عن تألقه ونجاحه ونجوميته فبعد زواجه للمرة الثالثة أيقن أن هذا الحلم لن يتحقق ففكر في تبني طفل وهي الفكرة التي رفضتها زوجته الثالثة وتزوج للمرة الرابعة من سهام التي تصغر بسنوات كثيرة وكانت تعمل ممرضة بالمستشفى الذي كان يعالج فيه بعد إصابته بالعمى نتيجة ارتفاع شديد في السكر تعرض الأصر لصدمة كبيرة كانت في صيف 1962 حيث وقف على خشبة المسرح يؤدي مشهدا أمام إسماعيل ياسين وعندما هم بالخروج أظلمت الدنيا أمامه واكتشف الفنان الراحل أنه فقد بصره وظل يصرخ ويردد أنه فقد بصره واعتقد جمهور المسرح أن المشهد جزء من المسرحية فزاد ضحقهم وتصفيقهم لكن الفنان الراحل إسماعيل ياسين أدرك المأساة التي حلت بصاحبه وأوقف المسرحية وقام بنقل الأصر للمستشفى حيث تبين أن ارتفاع نسبة السكر وراء فقدانه البصر عقب إصابته بالعمى تعرض الفنان الراحل لصدمة أخرى فقد أكبرته زوجته الشابة على تطليقها بل أكبرته على أن يكون شاهدا على زواجها من شاب يعمل صبي بقال ظل الأصر يرعاه لمدة 15 عاما ويعتبر بمثابة ابنه كما أقامت مع زوجها الجديد في شقة الفنان الراحل وتركته حبيسا في غرفة من الشقة بمفرده حتى أصيب بتصلف الشرين وفقدان للذاكرة مما اضطر شقيقته إلى أن تأخذه بشقتها في حي الشرابية شمال القاهرة وتقوم برعايته وفي السنوات الأخيرة للأصري وعقب اجتداد المرض عليه ونقل بعد وسائل الإعلام المصرية ما تعرض له على يد طليقته قامت كل من الفنانة نجوى سالم والفنانة ماري مونيب بمخاطبة السلطات لإنقاذه فقررت نقابة الممثلين صرف إعانة عاجلة ومعاه الشهري له وسعت نجوى سالم أيضا لدى صلاح الدسوئي محافظ القاهرة وقتها فحصلت للأصري على شقة بالمساكن الشعبية في منطقة الشرابية وتبرع الكاتب الكبير يوسف السباعي بمبلغ 50 جنيها لشراء غرفة نوم حتى يجد الأصري سريرا ينام عليه كما قادت الفنانة هندرستوم حملة بين الفنانين للتبرع لعلاج زميلهم وفي يوم 8 مارس من عام 1964 اشتدت نوبة السكر على الفنانة الراحل وأصيب بغيبوبة وتم نقله إلى مستشفى المبرة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يحضر جنازته سوى عدد قليل من المشيعين لا يتجاوز ست أفراد هم شقيقته بهية والفنانة نجوى سالم وجيرانه أدري المنجد وسعيد عسكر الشرطة وآخر حلاق وصديقه الترزي وارتبط الأصري في أزهان المصريين بعبارات وإفيهات شهيرة نرددها حتى الآن كان أبرزها يا صفايح الزبدة السيحة ويا براميل الإشطة النيحة أنت ست ده أنت ست شهر كلمتي لممكن تنزل الأرض أبدا اشتركوا في القناة